ضغوط ايرانية متواصلة بهدف اعادة فتح المنافذ الحدودية مجددا امام حركة السلع والبضائع بعد اكثر من شهر على قرار فرض اغلاق عام للمنافذ الحدودية واجراءات مشددة تتعلق بالاستراد ودخول الوافدين الى العراق بسبب تفشي فيروس كورونا مسؤول رفيع في بغداد اكد ان ضغوطات تمارس من اعلى الجهات الايرانية ومن قبل قيادات سياسية وميليشيات في العراق لاعادة فتح الحدود مع ايران مبينا ان مسؤولين في معابر بمحافظتي ديالة وواسط تعرضوا للتهديد من ميليشيات مسلحة بسبب رفضهم ادخال شاحنات واشخاص من ايران خلافا للضوابط واشار الى ان اغلاق الحدود سبب اضرارا تجارية ومالية لايران التي كانت تحصل بشكل يومي على مبالغ بالعملة الصعبة من صادراتها للعراق جزء كبير منها هي انشطة تجارية يديرها الحرس الثوري الايراني وكان رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي قد اكد ان فتح الحدود المغلقة مع ايران مرهون بطلب من المحافظات التي تضم تلك المنافذ جاء ذلك بعد ان اعلن حاكم مدينة بانا غربية ايران محمد امين زادة استئناف ايران النشاط الاقتصادي والتبادل التجاري مع العراق وهو ما نفته هيئة المنافذ الحدودية من جانبه قال النائب عن محافظة البصر بدر الزياد ان الوضع الصحي غير مسيطر عليه في العراق لذا لا يمكن القبول بفتح الحدود الان لاسيما وان البضائع الضرورية تدخل عبر الموانئ العراقية على الخليج العربي فيما شدد عضو اللجنة المالية هوشير عبدالله على ان الاولوية يجب ان تكون للسيطرة على الوباء بغض النظر عن اي اعتبارات اخرى فتح المنافذ سيتطلب اجراءات وفرقا صحية واجهزة جديدة ومناطق عزل وفرق فحص وتعقيم البضائع والعراق غير مستعد لهذا وفق ما اكده مستشار اللجنة الفرعية في خلية الازمة خالد الانصاري لاسيما وان ارقام وزارتي الزراع والتجارة جيدة فيما يتعلق بحاجة السوق وقدرة العراق على تأمين احتياجاته دون الحاجة للاستيراد من دول تعاني اصلا من تفشي كورونا مثل ايران التي كانت سببا مباشرا في وصول الوباء الى العراق